بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام حبيبي طلبت وطلبات الصف السيدس النهاردة إن شاء الله هنشتغل الدرس الثالث في الوحدة الأولى هنشرحه هنقرأ كلماته هنشرح الجرامر بتاعه وهنحل إن شاء الله كمان تدريبات كاملة عليه بس أتمنى قبل ما نبدأ الفيديو قولي لسه ما اشتركش في القناة يشترك وفعل زر الجرس وتعمله لايك للفيديو عشان يترفع ويوصل لأكبر عدد وياريت تعملوله شير كمان وحباب اللي أول مرة يشوفوني عاوز أعرفكم إن أنا مجمعة كل فيديوهات الصف السادس في قوائم التشغيل في القناة تدخل القناة هتلاقي عنوين فوق كده قوائم التشغيل هتلاقي قائم التشغيل مكتوب عليها الصف السادس فيها كل منهج الصف السادس مشروح من المعاصر ومنهج ومشروح كمان من بت باي بت بالترتيب كل الفيديوهات اللي انتوا عايزينها وزي تكتب إيميل وزي تكتب باراجراف كل حاجة موجودة في قائمة التشغيل الصف السادس ونبدأ الفيديو باسم الله طبعا زي ما انتوا شايفين عنوين درس التالت يعني حروف جر المكان يعني احنا في الدرس ده كل اللي هنركز فيه حروف جر بس خاصة بالمواقع والأماكن ازاي بجانب شايفين جايب لك الصورة بتعبر عن حرف الجر فيه ديسك او سيت فيه سيت اهوت جنب الشجرة اهو السيت ده تعارفين الفرق الاول بين سيت و تشير سيت يعني مقعد ثابت زي مقعد الاوتوبيس مقعد السينما اه زي ده كده في البارك انما التشير الكرسي اللي بنحركه من مكان لمكان طيب هنا الشجرة جنب السيت جنب الكرسي يبقى بجانب بسايد 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 يعني ايه بجانب المثال عليها زا تري از بسايد زا سيت زا تري از بسايد زا سيت بتعالوا معي هنا الشجرة خلف السيت يبقى قولها ازاي زا تري از بهايند زا سيت يبقى انا عندي هنا بصوا اهي جابها لكوا اهي بهايند يعني خلف بسايد بجانب طيب بعد كده اكروس فروم اكروس فروم يعني على الجانب الاخر شايفين هنا السيت محطوط وبعدين في هنا طريق الناس يمشوا فيه وبعدين الناحية التانية اصادوا على طول في شجرة يبقى في الحالة دي اعبر عنها اقول ايه اكروس فروم زا تري از اكروس فروم زا سيت طيب هنا بقى الشجرة اصادوا على طول مش اصاد الكرسي على طول مش الناحية التانية لأ مفيش فاصل بينهم يبقى اقول زا تري از ان فرانت اوف زا سيت زا تري از ان فرانت اوف زا سيت يبقى الفرقة عندي بين ان فرانت اوف وأكروس فروم أكروس فروم يعني لازم يكون في فاصل بينهم زي طريق وهي قدامه عن الجانب الآخر إنما إن فرانت أوف يعني قدامه ما فيش أي فاصل تعالوا معي على خمس حاجة نير بالقرب منه نير هي هنا قريبة منه أقولها أعبر عن كده أقول إيه زا تري إز نير زا سيد طيب هنا أباف يعني فوق أو أعلى يعني هنا زي حاجة زي جبل كده عالي والكرسي تحت أهو سيد تحت والشجرة فوق يبقى أقول زا تري إزا باف زا سيد بس هي دي كان لكل كلمات الدرس التالت مفيش كلمات احنا هناخد بس حروف جر المكان نشرح بقى الجرامر مع بعض مهم جدا زيرز وزير آر إيه الفرق بينهم حبيبي زيرز يعني يوجد للمفرد زيرز يوجد للمفرد زير آر يوجد للجامع تعالوا كده لما نشوف أمثلة زير إز أهوتل نير زا سكول يوجد فندق قريب من المدرسة زير آر تو سكولز يوجد مدرستين يوجد لما يوجد على حاجة جامع أقول زير آر على الجانب الآخر من المكتبة وصاد المكتبة النحية التانية في مدرستين زير آر تو سكولز أكروز فروم زا ليبرالي طب تعالوا معي قال لك أن فيها الزاي سهلة جدا زي الزؤار أنا منفي الزؤار زي أصلا لما يكون معناهم يكون بحطوا نط بعدهم دي برضو زيهم زيرز نط زير آر انت زيرز نط زيرز نط اهوتل ان فرانت اوف زا بي باربارز شوب محل حلاق فاكرين كلمات الدرس اللي فات طيب زير آر انت تو سكولز بسايد زا سياتر مفيش مدرستين بجانب المسرح طب لو عايز عامل سؤال اقول هل يوجد سهلة جدا بدل ما هي زيرز هتبقى إز زير هقلب بس هقول إز أو آر قبل زير إز زير اهوتل اباف هل يوجد فندق أعلى البوست أوفيس مكتب البريد هل يوجد بس للجامعة بقى تو سكولز مدرستين بخلف البنك الاجابة تبقى بإيه بقى طبعا احنا قلنا ده سؤال بهل يبقى شيء طبيعي ان الاجابة عليها تبقى يا إما بي يس يا إما بنو لو يس اقول يس زيرز قعدل الجملة بدل ما هي الزير تبقى زيرز يس زيرز اهي طبعا دايما خلوا بالكوا بعد يس ونو في كومة ده انت شايفين يس زيرز طب لو نو نو زيرز طب الجملة يس زيرار لو نفي نو زيرار تمام الصفحة اللي بعدها تكملت الجرامر برضو لسه القواعد ما خلصتش صفحة اتنين وخمسين قالك الموضي بتاع زيرز وزرار ايه بقى هي إز مضيها ايه إز مضيها ووس وار مضيها ايه مضيها وير يبقى يوجد زيرز مضيها زير ووس كان يوجد زيرار مضيها زير وير كان يوجد بس للجمع اهي زير ووز كان يوجد خلف محطة الكطار زير وير كان يوجد بس للجمع فندقين بالقرب من المسرع تبتعالوا نين في برضو نفس النظام زي ازنت تبقى وزنت aren't تبقى ويرنت بس كده زير وزنت بس كده زير ويرنت تو هوتلز نير زا بريدج بريدج يعني يعني كبري تمام السؤال برضو بهل نفس النظام هجيب وز في الأول ووير في الأول وزير وزير هل يوجد هل كان يوجد أبوست أوفس إن فرونت أوف زا بيفمن بيفمنت يعني الرصيف وير زير للجمع تو هوتلز أكروس فروم زا بربر ز شوب طبعا الإجابة يا إما بيس زير ووز أو نو زير وزن يس زير ويل للجمع أو نو زير وين زي المضارع بالظبط تمام؟ بس بيختلف النهيات دي بتعبر عن زمن الماضي تعالوا بقى معي نحل تدريبات على الدرس الثالث الدرس الثالث خلص كده هو عبارة عن حروف غر المكان وعبارة عن القاعدة بتاعة يوجد زير وزير آر والماضي بتاحهم والنفي بتاحهم وزي نيكون سؤال حيث تبقى الأفعال والإكسبريشان كل ده مش موجودة النهاردة درس النهاردة بسيط شوية فعشان كده إن شاء الله هنحل مع بعض التدريبات عليه هتستمع دايما اتفقنا في كل نقطة ونحط دايرة حول الكلمة أو الجملة اللي هو ألا أول واحدة المدرس هيقرأ خلو باركو وتستمعوا معاك كويس ماذا كان يوجد خلف المدرسة الإجابة يبقى إيه كان خلف المدرسة فندو يبقى أنا هستمع وحط دايرة على فندو نمبر تو نمبر تو وزير بريج beside the library was there a bridge beside the library الكلام اللي أنا بقوله دا فيه دا listening مش موجود هنا انت بتستمع معايا وتستمع للإجابة وتشوفها أنا قلت إيه وتحط عليها دايرة هل كان فيه كوبري بجانب المكتبة yes there was يبقى أنا هختار إيه yes there was هنا بقى في نمبر 3 خلوا بالكم في نمبر 3 مش عايز الإجابة لا دا هو عايز هتستمع للمحادي اللي هيقولها المدرس وهتشوف السؤال اللي هو كان بيقوله إيه هو هنا عايز السؤال مش عايز الإجابة في رقم 3 طيب was there a seat above the bank هل يوجد هل كان يوجد مسرح أعلى البنك يبقى أنا هنا سألت عن إيه عن المسرح ولا عن train station لا عن المسرح بحط دايرة هنا نفس النظام في رقم 4 أنا عايز السؤال ها لاتنين سؤالين was there a bridge above the river هل كان يوجد cubri above the river يبقى أختار d أختار a السؤال الثاني listen برضو بس محادسة قلتلكوا عبلا كده قبل ما نستمع للمدرس نقرى المحادسة كويس ونشوفها بالمنومي طيب هنا بين سامير وتيتشر سامير والمدرس بتاعه سامير بيقول where is the school please فالمدرس قال له it's a نقط the bank هنستمع ونكتب الإجابات where is the post كذا it's نقط from the hotel is it in نقط of the park yes it is san kisalot تعالوا بقى نستمع هقراركم المحادسة كاملة بعدين نكتب الإجابات سامير where is the school please it's beside the bank where is the post office it's in front of is it in لا سوري دي عدت أكروس it's across from is it in front of there the park هل هي في الجانب الآخر من الحديقة yes it is بنفس الشكل ده تمام تعالوا معي على التمرير اللي بعد كده choose the correct answer اختر الإجابة الصحيح طبعا بيديني أربع اختيارات بختار من الإجابة من الدرس اللي أنا أخدته نذاكر كويس قبل بنحل التدريبات لو لقينا جملة صعبة بنعمل إيه نستبعد اللي ما ينفعش خالص يفضل عندي اتنين مثلا أفكر فيهم كويس جدا choose من الأسئلة السهلة جدا بس عايزة تركيز طيب نقط اكات in the house ده سؤال خلي بالكم علامة استفهمها هي ما ينفعش أقول زرز ولا ينفع أقول R زير لأندي قطة واحدة يبقى هقول ولا وير زير برضو لأنها قطة واحدة يبقى الإجابة اللي تنفع الوحيدة دي يبقى اختار was زير طب number two yes زرزة بوكشوب نقط from the school يحروف الجر المكايل اللي احنا أخذناها فيها from طبعا ما ينفعش أقول بف from ولا from to from ولا near from هي أخذ أكرس number three نقط سهة at school يسر دي خلي بالكم يسر دي يعني مبارح ماضي وسهة مفرد ما ينفعش أقول is ولا ينفع أقول R is عشان ني الجملة ماضي وR لا عشان سهة مفرد ولا وير محل الحل أخذنا درس اللي فاتي يعني بربر زي شوب في مدرسة يوجد مدرسة خلف البوست طبعا مدرسة أسكول مدرسة ما ينفعش وير ولا وين فهدو طبعا هيخد is بعد كده was there a bank أكرس إي حرف الجريب أكرس إي أكرس from طيب seven نقط zero a hotel in z city طيب هل hotel دي مفرد يبقى مبدئيا كده مش هينفع or ولا هتنفع وير عندي ووز طبعا ولا ددي كمان يبقى ووز هل كان يوجد فندق في هذه المدينة طيب آخر حاجة ووز zero a hospital nierza hotel هل كان يوجد مستشفى بالكرب بين الفندق yes zero يبقى لازم الإجابة تكون yes zero ووز هختار ووز تعالوا معايا على الكلمة المختلفة احنا تعودنا ان كل سطر في السؤال ده يبقى فيه اربع كلمات تلاتة متشابهين وكلمة مختلفة بحط عليها دايرة واكتب البديل لها هنا يتماشى مع الكلمات التانية بصوا معايا كده حلت لكم التمرين طبعا التلاتة كلمات المتشابين كلها أماكن معادة فلاور ورطة هي المختلفة حطت عليها دايرة وجبت كلمة في الآخر بتتماشى مع كلمات الأماكن اللي هي كلمة بانك عايز تجيب سكول عايز تجيب أي كلمة تانية ماشي اوكي بس اتعبر عن المكان تانية جملة ساندي ساتردي سارسدي كلها أيام اسبوع معادة بهايند هي المختلفة عليها دايرة وجب هنا مثلا أي يوم اسبوع كلها حروف جر المكان معادة هوتل فندو يبقى هوتل مختلفة وجب هنا مثلا بهايند طب تعالوا معايا هي زي شي زر لا طبعا هي المختلفة وجب ضمير وليكن آي عاوز تجيب تمام سليب برو ووك أفكركم برو برو يعني إيه يستعير طيب كلها أفعال بس في زمن المضارع وير فعل برضه بس في الماضي أجيب بقى فعل مضارع المفروض تجيب آر آر دي الماضي بتاع وير المضارع بتاع وير عايز تجيب فعل عادي بس يكون في المضارع برضه تمام ما فيش مشكلة السؤال اللي بعد كده رأيت باراجراف of seven sentence about places in my city الأماكن في مدينتي اكتب باراجراف من سبع جمل عن الأماكن في مدينتي طيب يا حبيب دلوقتي احنا قلنا الفيديو اللي فات كتبنا الباراجراف مع بعض وقلنا إن قواعد الباراجراف لازم نراعي قواعد البنكتويشن يعني كل جملة تبدأ بحرف كابيتل أسماء الأشخاص تبدأ والبلاد بدأ بحرف كابيتل أخلص الجملة أبدأ في نفس السطر بعدها الجملة التانية أنا عمل لكم فيديو وسيبقى في قيمة تشغيل الصف السادس إزاي تكتب باراجراف تمام كده هتبصوا عليه وبعدين تكتبوا الباراجراف أي الأماكن اللي في مدينتك هتقول إيه هنستخدم بقى حروف الجر المكان هتقول إيه there is a school beside my house مثلا يوجد مدرسة جنب بيتي تمام هتقول إيه كمان هتقول I go to this school أنا بروح المدرسة دي هذه جملة تانية there is يوجد هنستخدم بقى there is a bank across from the school يوجد bank وصاد المدرسة الناحية التانية أنا بقول لكم الجملة إنه ممكن تكتبوها زي إيه last year السنة اللي فاتت there was a barc behind our house السنة اللي فاتت there was خلي بالكو a barc كان في حديقة خلف منزلنا معنى كده إن السنة دي الحديقة دي تم إزالتها ما فيش حديقة خلاص كده طيب ها آآ نولئي كمان there is a restaurant near our house يوجد مطعم بالقرب من our house last week we went to this restaurant and eight zero إحنا رحنا المطعم ده وكلنا هنا وهكذا إرأيكم أكتب لكم الجملة أم لا تكتبوها أنتو أهو يا حبيبي كتبته لكم بصوا معي أول جملة there is a bank there is a bank beside our house there is a school across from the bank يوجد مدرسة يعني من ناحية تانية قدام البنك last year السنة الماضية there was a park behind our house there is a restaurant near our house يوجد مطعم بالقرب من منزلنا last week الأسبوع الماضي we had lunch there زير دي معناها هناك مش معناها يوجد الأسبوع الماضي إحنا تناولنا الغداء هناك ويهاد عشان ماضي ويهاد لانشزير السؤال اللي بعد كده بقى ريق الرينجورات وزي ما قلنا إن إحنا بنبدأ بالكلمة اللي تحتها خط طيب فاكرين لما قلنا من شوية تمام yes يعني نعم وبعدين جايب لكلمة here دي اتمرهاش علاقة بيوجد here دي يعني هنا أقول لها حل الجملة دي زي بقى أقول نعم الفندق كان هنا يبقى لها ازاي يبقى yes the hotel was here بالشكل ده yes the hotel was here أيوة الفندق كان هنا here يعني هنا الجملة التانية بدأ بإز يبقى إز زير هال هل يوجد إز زير إز زير يبقى عايزة اسمه مفرد as cool beside بجانب your home الجملة التالتة زيرز يوجد للمفرد المضارع يبقى زيرز عايزة اسمه مفرد زيرز a train station train station يعني محطة قطار زيرز a train station near the library الجملة اللي بعد كده هل كان يوجد وزير يبقى أنا عايزة زير هنا عايزة حاجة مفرد وزير aseater aseater behind هل كان يوجد مصرح behind خلف the pavement خلف الرصيف بس تمام تعالوا معي على الجملة اللي بعد كده اللي هو الترقيم وطبعا ده آخر سؤال وقلت لكم نكتب الجملة كاملة ما نعملش علامات الترقيم بس بيبقى شكلها من الظريف نكتب الجملة كاملة ونعمل علامات الترقيم ونحط تحتها خط صغير طبعا هنا ال-w عمولة المفروضة أعملها هي معمولة يبقى أنا المطلوب مني ال-n بتاعة نبيل ال-k بتاعة خالد هو أعملها مطلوب مني نقطة في الآخر سوري ده سؤال يبقى علامة استفهام طيب دي جملة بقى يبقى وانا مغمض أخرها نقطة طيب ال-t معمولة ايه المطلوب مني بقى the pavement in front of محمد الله محمد ال-m معمولة لو مش معمولة كنت عملتها يبقى المطلوب مني هنا الأبصرف s الملكية أبصرف ونقطة اهو يا حبابي بالشكل ده اهو كتبت الجملة كاملة وروحت عاملة نبيل تحتها خط صغير ال-n وهنا علامة استفهام تحتها خط صغير نفس النظام كتبت الجملة كاملة وعايزة الأبصرف s اسمها s الملكية دي عم حطت تحت الأبصرف خط صغير وفي الآخر وتحت النقطة اللي في الآخر خط صغير كده نكون شرحنا درس التالة الحمد لله شرح وافي وحالنا علي برضو تمارين وافية أتمنى تكونوا استفدتوا وفهمتوا وإلى أن ألتقي بكم في فيديو آخر إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته